احتج 25 طياراً تابعاً لشركة التاصيلي للعمل الجوي أمام مقر المديرية العامة لشركة التاصيلي على خلفية عدم المساواة في التوظيف وإقدام مسؤولية الشركة على توظيف طيارين من خارج المؤسسة وتجاهل الطيارين الذين بصدد إنهاء تربصهم الذي قارب العشر سنوات نحن أولاد شركة ناكل حقنا دوكاتيك كمنا التكوين تانا عدنا كامل المؤهلات باش نعملو نجانا يعني اخبار يعني في الأسابيع الأخيرة بأنه شركة دوكاتيك يتوظف طيارين من الخارج الوقفة الاحتجاجية هذية باش ندو بالتوظيف الخارجي اللي يتقوم به شركة التاصيلي للطياران نحن رأنا طيارين في شركة التاصيلي العام الجوي اللي هي فرع من هذه الشركة لعلمكم تاصيلي العام الجوي ليش تقدر توفرنا العمل في الوقت الحالي رأنا طيارين بطالين اقتناء ثلاث طائرات جديدة يقابله استكمال 12 طيارا من أصل 25 لتربصهم أين سيتم توظيفهم بعد تجاوزهم للامتحانات المؤهلة للحصول على شهادات مطابقة لقيادة طائرات من الحجم الكبير على غرار البوينغ هناك في هذه الفترة اقتناء ثلاث طائرات نفاثة لم يكن بوسع شركة الطائران التاصيلي انتظار استكمال تربص هذا الطيارين إلا أنه سوف تأخذ أطقم لمزاولة عملها على مستوى شركة طائران تاصيلي طيارون يحتجون لتوظيفهم وشركة تقدم وعودا بإيجاد حلول لهم بحل مشاكلهم بعد الانتهاء من تربصهم يطرح أكثر من تساؤل على إجحاف هذه الفئة من نخبة المجتمع منذ أكثر من عشر سنوات